الله صبح حبا الخير ومرحبا ألف واحد لازم يتمدد كده مع الصباحيات الجميلة هذه والشمس المشرقة وشو ش عندنا اليوم وش عندنا مفلة غريبة وشبك منتف كده وانا الاذيل يا الحبيب نشأكلك داخل معركة وعركة قاسية بعد صباح الخير كيف الحال يا عسل صديقك وينه غريبة اليوم لحالك هلا 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 وغلاء نشوفكم كلكم الحالكم اليوم هنا عشالله تبارك الله لا تزعل عليها ايه شفتني وزعلت عليها وانتجي كده زعلان عليها باقي عندنا الانتاج بسيط برضو من الرمان ان شاء الله اليوم ولا بكرة خلص ناخذ الحصات حقه وكده يكون خلصنا على الرمان خلونا نشوف الفطور حقنا شوية لحم في الصحن على حسب الكمية المناسبة ومع حبة بصر كل اللي علينا ناخذ الحطر قدر الضغط نقلبه شوية انا اضفت له فنجال موية وباضيفه الفنجال الثاني هذا فنجالين موية وبعدها نضيفه الوصر سريع ما ياخذ وقت تشكيلة البهرات اللي تتحبونها عنديha شوية تشكيلة البسيطة كده ممكن تكتفون بالكمون ويكون أفضل لكيض ما عندي كمون فاااااا استعند политتشكيلة البهرات الحمون نغلبها هذا رعوا نغلبها سريع ما تاخذ وقت هادي شوية ملح بسيط حاجة بسيطة لتكثرون والافضل اللي كنت خلونا بعد نجاح وستوى اللحل جهازنا اعدادات الفطور باقي نغطيه بس بمدة 35 دقيقة او 30 دقيقة على نار صغيرة مره مره صغيرة اياما جاي من شيئة الله رح نسوي احواط عبارة عن شاثلات للورود القطيفة الورد هذا جميل جدا جدا بمتعني الكلمة مع الريحان مع الشاذي يعني تكون شاثلات جاهزة يعني على طول تاخذ الحوض حقها بدون ما تزرعها في الارض تكون فطاقة تكون فوق السطح جميل جميل زراعة الفراولة ما شاء الله تبارك الله طبعا مددنا المزرعة كانت يعني جزئية صغيرة الحين كبرت وتمددت اكثر واكثر وسهار في انتشار فاليوم برضو بنشوف عندنا انتاج الفراولة ما شاء الله تبارك الله خنشوف يا ما شاء الله جميلة جدا وهنا الفراولة ما شاء الله تبارك الله يبقى لها نقطفها بس ما خليها لنقطفها كلها دفع واحدة وعندي هنا برضو هالفلفل لقيت فلفل اللي اتني سويتها في المقلقل قبل شوية لكن بنضيفها ما هم مشكلة هالي شجرة الفلفل ما شاء الله تبارك الله فلفل حار بعدين حار حار على كيف كيفكم سبايسي الاصل بخمسة وثلاثين دقيقة على نار صريح هذا هو ما شاء الله تبارك الله كلامك تحت الكين ان شاء الله بيكون احلى فطور هذه هي الجلسة هذا المكان الطيب ما شاء الله تبارك الله ولا اروع اقول لكم الشاي برضو من اهم الاشياء الساسية في الفطور يا سلام ولا اروع والتميس بعد حاجة ثانية خذ جاهز على طول على احلى فطور اشتركوا في القناة